فيبقى أولا لأن العالم لا يعرف المسيح لأننا نحن لسنا من العالم لأن العالم لا يعرف من هو الله الحقيقي الذي أرسل المسيح يعني المشكلة أنه في التباس في العالم أنهم عارفين شايفين ربنا لهوا في حتة بعيدة خالص مالهوش علاقة بالعالم هو خلقه وهو بعد السماء السبعة السبع سماوات يعني الكتاب يعلن ثلاث سماوات فقط وأنه هو بعيد وما يدخلش في عهد هذه موجودة في كتابات التقاليد بالقديم وطبعا في كتابات الفيلسوف والشاعر دانتي وفي إنجيل برنابة المزيف فبناء عليه العالم لا يعرف من هو الله الحقيقي يتهيأ ويتخيل أنه الله اللي هم عارفينه بس لما يدرسوا بتدقيق من هو الله يشوفوا أنه قد تتشابه بعض الصفات لك في صفات تتناقض كليا مع الله هذه الصفات مثلا أنه ماكر بل أمكر الماكرين الله ليس بماكر هو المكر بيجي والدهاء بيجي من ضعف الله كله القدرة مش محتاج أنه يمكر مش محتاج أنه وحاجات كتيرة محتاج يلقي شبهه على شخص آخر محتاج يتزب الله هنا مش ضعيف ولا مندافع عنه ولا منموت من أجله مش محتاج ينزل آية ونسيت ينسخها بعد كده بس الأخطر والأصعب أخ أمال اليوم بشكل عام وهي بإحصائيات القوانين أنه أكتر شعب مضطهد في العالم هو المسيحي المؤمن أيوة لأنه في كتير مسيحيين عايشين على هواهم والغريب أنه وما بتقدر تفهم مع أنه كل العالم يقر بسمو المسيح لا مثيل لا فيك تحط نبي ولا فيك تحط فلسوف ولا حكيم أمام المسيح وكل العالم من علماء ومن أعداء ومن فلاسفة ومن كله اللي شهدوا لهذا الأمر ومع كل هذا هل في شيء في تعليم المسيح ضد الإنسانية ولا ضد البشرية بخافوا يتكلموا على أين بآخر طيب السؤال ليه حتى في علم الملحدين أو حتى اللي بينكروا وجود الله يعني في أي علم راحز بيهاجموا المسيحية بخافوا يهاجموا أي ديانة أخرى لأنه بدافعوا ليش؟ مع أنه المسيح قال له بطرس لا 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 أنا لا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل 12 جيشا من الملائكة رد سيفك إلى غمليه بالضبط بالضبط